يا أخي سبحان الله سبحان الله والله بقى الدنيا قامت من يوم الخميس وما أعادتش لحد دلوقتي وغالبا مش هتقعد لفترة لحد ما الناس تقدر تكتمل قدامها صورة رأس الحكمة أو اتفاق رأس الحكمة أو ديل رأس الحكمة أو استثمارات رأس الحكمة كيفما يريد أن يسمي كل واحد الحسب المصطلح اللي بيستخدمه في حاجة مهمين جدا بس عايزين نقولهم في الموضوع ده أول حاجة ده لازم ندي أو نقوله كده باعتباره همسة مش عايز نسميها درس في إيه؟ في إنه الصحفي الشاطر الصحفي الشاطر يبقى مركز في اللي بيتقال واللي بيحصل حواليه ما يبقاش أحادي النظرة وبصص على حتة معينة خصوصا لو ما كانش شاطر في الاقتصاد يعني ما هو مش معقول نبقى مش شطار في الاقتصاد ومش شطار في الإعلام ولا في الصحاف يعني ينفع؟ لا ما ينفعش الشاطر هيبقى شاطر في كله مش كده ولا إيه؟ باعتبارنا دي شغلنتنا سيبنا إن أنا شاطر ولا مش شاطر بالرغم ده أنا حاصل على البكاريوس بدرجة امتياز في الاقتصاد الدولي بس ده موضوع تاني قمش هنتكلم عليه هو رأس الحكمة مفاجأة يا جماعة؟ يعني للدرجات دي الناس اتفاجأت بإنه في استثمارات مهولة ومخطط عالمي بيتعمل في رأس الحكمة؟ أنا أرجع أقول لك لا ولا مفاجأة ولا حاجة الدولة الدولة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية مصر العربية تحدثت تحديدا عن رأس الحكمة يا أستاذ ويا أستاذة ويا أسادزة من سنة 21 وفي البرنامج ده بالتحديد كان هذا الكلام عن رأس الحكمة المزيع كان بيتكلم عن العالمين الجديدة وكت بتكلم مع الزميل والصديق العزيز الأستاذ هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس وزراء مصر فبقوله وإيه اللي جاي؟ قال لي اللي جاي رأس الحكمة الكلام ده كنا إمتى؟ عشان هنا برضو ندي درس للناس التي أحيانا لا تسمع أو أحيانا لا تشاهد أو أحيانا لا تقرأ أو في أضيق الأحوال لا تبحث ما عشان كده أنا بقول يعني لا شطار في الاقتصاد ولا شطار في الصحافة طيب تعالي نشوف أغسطس 2021 1 أغسطس 2021 الأستاذ هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء المستشار الإعلامي قال إيه في برنامج التاسع طيب حكاية رأس الحكمة دي بقى أنا عايز أعرف يعني إحنا إن شاء الله في مستقبل قريب هيبقى في عندنا في رأس الحكمة زي العالمين كده؟ بالضبط يا فني من دولة وزارة الإسكام بتخطط مدينة رأس الحكمة على غرار العالمين الجديدة بالضبط منطقة برضو الساحلية هيتم لسيبالها استقلال الأمثل بكورنيش برضو ده تكليف واضح من جادة الرئيس أي منطقة ساحلية دولة تملكها هيكون فيها كورنيش ده زي كورنيش العالمين اللي حدك بتعرض في كورنيش أخوه في مدينة المنصورة الجديدة في كورنيش أخوه في مدينة شرق برسعيد الجديدة أو سلام زي ما الصلحة تسميتها فبالتالي إحنا نستفيد من مناطق الساحلية كلها بالمواطن يستمتع ويستمتع ويتمتع بما تملكه دولته من سروات وفي نفس الوقت بنخلق بقى عن شدة طبيعة أخرى في المناطق اللي هي نستفيد حالية عشان نوفر فرص العمل ونوفر فرص الاستثمار للمستثمرين طب ده شيء أكتر من رائع أستاذ هاني يعني في حاجات قاعدين عمالين بنشتغل عليها أول بول مفيش سكوت مفيش لحظة سكون زي ما بيتقال رأس الحكمة طولها تقريباً 50 كيلو متر ولو هي بنفس ذات العمق داخل الأراضي المصرية يعني من الساحل للداخل زيها زي العالمين فإحنا بنتكلم تقريباً في حوالي أو العالمين الجديدة تحديداً بنتكلم في حوالي 14 ل 17 كيلو يعني إحنا بنتكلم تقريباً كده في كام؟ 50 10 50 7 يبقى حوالي 850 كيلو متر مربع تقريباً بالوايا قد يكون أقل قليل لكن أنت سمعت اللي تقيل 1 أغسطس 2021 المزيع سأل وراس الحكمة طب هو المزيع مثلاً كان بيضرب الودع؟ لا بيفتح الكوتشينة؟ لا بيقرأ كروت التارو؟ لا بيقرأ الكف؟ لا بينجم؟ لا بينفس ليلة عبداللطيف؟ أبداً والله لأنه كان هناك الكثير من التقارير الصحفية والتصريحات من الحكومة حول أنه بعد النجاح مشروع العالمين الجديدة بما وصل إليه في أغسطس 2021 الدولة بدأت تشتغل على راس الحكمة فالمزيع سأل هذا المصدر الرفيع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء طب وراس الحكمة هتبقى زي العالمين كده؟ ما لازم نسأل هو المزيع إغير سؤال وبالمناسبة أهم سؤال تسأله إذا كنت مزيع أو أي حاجة تانية اسأل ليه؟ واي؟ وده هجيلك عليها بعدين طيب فهذا المزيع سأل فالمصدر هنا الأستاذ هانيونس قال إحنا بنشتغل وهيبقى فيه كورنيش وهيبقى فيه مخطط والمخطط ده يبقى عالمي وهيبقى جازب للاستثمارات من الداخل والخارج رأس الحكمة ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا كده جزء من النعم الربانية الموجودة على هذه الأرض القطر المصري جمهورية مصر العربية الدولة قاعدة عملة بتفكر وبتشتغل على رأس الحكمة حتى تصبح منطقة جازب استثماري تجذب رأس المال أو المستثمرين من الداخل ومن الخارج طيب من الآخر آه دي الكلام اللي بدأ يثور أمام حضراتكم عن طريق بعض التقارير اللي موجودة في الصحافة الناس بدأت تتكلم بعض إخواننا الأفاضل في زملاء المهنة بدأوا يتكلموا على قصة رأس الحكمة وبدأت الناس بس تتكلم على مسألة باقي بكام وبعض الآخرين سألوا سؤال أراه سازجا إلى أبعد الحدود هي بكام ويا طرى يا هلطرى هو الـ 22.5 دول مقدم طب والباقي طب والـ 22 أصل دي غريبة يعني في ناس استغربت أنا مستغرب جدا بقى من اللي بيستغرب هو الـ 22.5 دول مقدم أصل كده هنبقى شطار قوي أو إن في حد عاوز يساعدنا المساعد ربنا يا أستاذ والله إحنا شطار الحقيقة إحنا من 2014 شطار وأي حد في العالم يبصم بالعشرة ويقول إن المصريين شطار طول عمرنا شطار ده واحد في 2014 أحسننا استغلال الشطار يعني مثلا يوم اللي أربع كنا بنتكلم على التليفون هنا هو بقدو بذكرك هو معه نستاذ عماد الدين حسين وكان بيحكي على زيارته لبروكسل والمناقشات والمحاورات التي تمت قال إن الكل بينظر لمصر باعتبرها وجهة استثمارية جاذبة جدا وإنه اللي جاي أفضل أستاذ عماد الحقيقة رجل عاقل وحكيم فحتى قلت له وماذا عن التفاصيل أنا شغلتي كصاحة فيقول وماذا عن التفاصيل فقال لي خلينا نحتفظ بالتفاصيل شوية حتى تتم أنا بقى بأسأل أي حد يجي يقول ولماذا ألصمت عن تفاصيل عقد راس الحكمة لماذا لا تتحدث الحكومة عن تفاصيل العقد طبعا أنا بس عايز أسألكم هو أنهي استثمار عملاق حصل في أي دولة من دول الجوار أو دول غير الجوار أو الدول البعيدة كانت بتعلن التفاصيل بتاعة العقد قبل إتمامه بالكامل في الإعلام والصحافة يعني فين؟ يعني هو حضرتك كنت تعرف تفاصيل التعاقدات مثلا بتاعة شركة رونو في المغرب أو بيجو أو مصنع البطاريات بتجميع بطاريات الكهرباء لا ما تعرفش ولا نعرف ولا غير يعرف دي حاجة لها علاقة بالحكومة المغربية والمستثمرين الثلاثة اللي أنا كنت بتكلم عليها المستثمرين بتوع مصنع البطاريات مستثمرين شركة رونو مستثمرين شركة بيجو لما تم إنهاء التعاقد بالكامل بكفة تفاصيله ووقع العقد بكامله وأصبح عقدا قانونيا قيد التنفيذ طلعت الصحافة في المغرب تتكلم وتبقى سعيدة وفرحانة بالإنجاز اللي عملته حكومتها ده طبيعي هو لو افترضنا أنا رايح أشتري سلاح بجيقول على فكرة أنا رايح أشتري سلاح من بلد الفلاني وهيبقى تفاصيله كذا وهنشتري كذا والقطع كذا وعادنا في المفاوضات قلنا كذا وهم قالوا لنا كذا كانت بتحصل فين دي لم بتحصلش ولم يكن هناك سابقة على الإطلاق في أي تعاقدات بهذه الأحجام أنها بتعلن أي شكل من أشكال الإفصاح خلي بالك هو بالمناسبة برضو علشان يمكن يكون بعضهم مشاطر فعلا في الاقتصاد كما تفضل وأشار يعني في حاجة اسمها بنود عدم الإفصاح بتكتب في العقود في حاجات كده اسمها عدم الإفصاح خدناها دي ولا ما خدناهاش طب لو ما خدناهاش أدينة بنقولك أدي واحد اتنين في حاجات لا يجب أن تعلن حتى إتمامها وإلا فسد الاتفاق باز حد دار فيه اسفين بتحصل ولا ما بتحصلش طب هو احنا يعني مثلا ناس مش مستهدفة في اقتصادنا ولا مستهدفة في حدودنا ولا مستهدفة في تفاصيق بناءنا المجتمعي ومحاولات إفساده إلى آخره أكيد وبالمناسبة مش أنا الواحدي في ناس كتير بس أنا يمكننا الأكثر استهدافا في هذه المنطقة احنا بتكلم هنا على هذه الدولة التجربة بتقول كده وأنا من حقي أن أنا أعمل في صمت وبعدين لما يبقى الخير يجاي فهيعم على الجميع وأظن أن مع اجتماع المركزي من جهة يوم الخميس اللي فات والقارات اللي خدها ومع بعض التفاصيل حول اتفاق استثماري في رأس الحكمة أظن يعني ده أثر على السوق الموازي والسوق السودة وظبطها زبطة كويسة وبأمر الله بندعو ربنا أنه يبقى ولسه تاني وتالت ورابع وعاشر حتى تتضح الأمور أو بالأدقة تتزن الأسعار ويبقى فيه عندي سعر واحد وتبقى الدنيا زي الفل هو فيه حد يكره ما هو اللي يكره ده يابيتجر في السوق السودة يامستفيد من سعر دولار السوق السودة ده اللي يكره أو اللي بيكره حاجة للبلد دي أو اللي شايف أن فيه دول تانية أولى أنا بقى ده مليش فيه شايف مين أولى دي بتاعتك وبتاعت الأولى أنا ليه دعوة بالبلد دي ده اتفاق بإذن الله سبحانه وتعالى عظيم كل اللي أقدر أقوله لك أنه هذا الاتفاق في حال إتمامه بالكامل وبدء العمل عليه كما يعني تفضلت بعض المصادر وقالت قالوا بالزبط إيه قالوا يا جماعة هذه المنطقة هذه البقعة من مصر سوف تكون بإذن الله موضوع على خريطة السياحة العالمية ودولية بحلول عام 20-30 يعني بعد 6 سنين طب ليه بعد 6 سنين من لسه بقى هبدأ أشتغل الناس هتجيب استثماراتها الشغل المعدات الإيد العاملة اللي هي بالألاف كمجرة العادة اللي لم تكن حتى بعشرات الألاف احنا بنتكلم على مساحة كبيرة الناس هتبدأ تشتغل فيه ناس هتكون لقمة عيش من وراء شغلها بإيدها بعرق جبنها ما احنا ما ولا ايه احنا بنجيب الناس بتاعتنا تمام طيب وفي نفس الوقت احنا عفي عندنا شراكة واسعة محترمة كبيرة استثمارات من جوة واستثمارات من برة تاني استثمارات من جوة واستثمارات من برة وانا عاجبني الاول مرة بقى في تاريخي هشكر الرأس مالية المصرية التحالف اللي بيشتغل بصرف النظر اسمه ايه عشان دي كلها اعلانة دي شركات ضخمة جدا وعملاقة سواء زكارة المصرية او غير المصرية هكلمك على التحالفات التحالف المصري تحديدا يعني او المجموعة المصرية اربع او خمس شركات مصرية تقريبا انا في حياتي ما شكرت في الرأس مال او الرأس مالية المصرية لكن المرة دي اقول شكرا ليه لانهم خدوا قرار زكي مصمر بالنسبة لهم جدا ومصمر للدولة وللمجتمع جدا دي بقى طريقة الشغل اللي انا حبها فانا اقدر اقول ايه ايوة دي رأس مالية وطنية الناس دي حب بلدها وعاوزة تستثمر فيها وتكبرها في وقت من الاوقات هتشوف القاتي رأس الحكمة دي هتبقى المنافسة الرئيسي بل والاقوى يا رب قول ان شاء الله حاجة كده زي كان حاجة كده زي نيس حاجة كده زي مونكو لانه اللي هيتعمل هناك هيبقى بينافس هذه المدن الساحلية الاوروبية الفرنسوي طبعا طبعا باستثناء مونكو باعتبارها امارة مستقلة فاحنا بنتكلم انه على حوض البحر الابيض المتوسط الساحل الافضل هو الساحل الجنوبي للمتوسط مش الساحل الشمالي بنحيس بقى مثلا طبيعة الشطق بتاعته اللي هي الرملة النعمة البيضة اللطيفة من حيث السطوع الشمسي فترات السطوع الشمسي الاطول من حيث المية طيارات المية المية الصفية الحلوة الجميلة اللي عندنا احلى من اللي موجود عند الجماعة الفرنسوين او حتى الطلاينة او الاسبان او حتى اليونانيين ودول كلهم ناس صحابنا وحبايبنا وانا اعتقد ان في وقت من الوقات هتلاقي مستثمرين من الاوروبيين دول جايين يستثمروا ايضا في نفس دات المنطقة وصولا حتى مرسمة روح وصولا حتى مرسمة روح وخليك فاكر الكلمة دي قديني بقول من دلوقتي او زي اللي احنا قلنا في واحد اغسطس عشرين واحد وعشرين راجعين نفكرت بي دلوقتي النهاردة انا بقولك وهيجي مستثمرين اوروبيين يشتغلوا في المنطقة دي رأس المال عايز اغير المكسب وقوة في حد عنده نفس ذات الشمس لا اه هتقولي الشمس تسطع على الجميع اقولك انا عندي فترات سطوع اطول وبالتالي اقدر استغل هذه المنطقة لفترة اطول من العام احنا بنتكلم هنا بقى على فنادق بتاعت كله بتاعت كله يعني بتاعت كله يعني ابو ثلاث نجوم موجود وابو اربعة وابو خمسة وابو خمسة بلاس الى اخره هيبقى فيه بالتأكيد الوحدات اللي هتبقى بتتأجر بشكل فندوقي بعيدا عنها فنادق حاجات زي بتاعت اير بي ام بي يعني مش عايز بس اقول اسمي حتى ابليكيشن حتى اللي تحسب اعلان لكن في النهاية احنا هنا هنخلق رواج باذن الله لم نشهده من قبل سياحة ترفيه وشواطق بجد مش فانكوش شغل نظيف حاجة تانية خالص تبتتكلم على البحر المتوسط هو قبلة السائحين تخيل لما يكون جنوبه ابهى من شماله يبقى احنا بنعمل ايه جون كده يبقى اعتبر درس اقتصاد ودرس صحاف